اشتركوا في القناة والاسر المشردة من الحرب في المخيمات بدون غداء ومأوى في غياب التدخلات الانسانية والاغاثية جمعاتكم مباركة واهلا ومرحبا بكم من التفاصيل استشدى جنديان من افراد القوات العسكرية المرابطة في جبهة الحد يافع بمحافظة لحج اثر اندلاع مواجهات مع مليشيا الحوثي واكدت مصادر عسكرية ان الجنديين محمد علي الداؤدي وعلي الحالم استشدى في مواجهات مسلحة خاضتها قواتهم ضد مجامع تابعة لمليشيا الحوثي اندلعت المواجهة اثر مهاجمة المجامع الحوثية مواقع تمركز القوات العسكرية المرابطة في جبهة الحد اما في تعز استهدف قناص حوثي متمركز في تبت العصيد المواطن عبد المؤمن علي عبده امام منزله في منطقة الصبر الموادم الجنوبي تعز وافاد مراسلنا نقلا عن شهود عيان ان المواطن عبد المؤمن علي اصيب بالرجل اليمنى وتم اسعافه الى احد مشافي المدينة عدا وتستمر المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا باستهداف المدنيين في تعز بشكل يومي منذ بداية الحرب صباح هذا اليوم الخميس نحن امام منزل المواطن عبد المؤمن علي عبده فقامت قناصة مليشية الحوثي بالضرب عليه الى امام منزله حيث وهو مواطن لا له لا ناقة ولا جمال في الحرب واصيب وقاموا بترويع الاطفال والنساء فاخذنه نحن واسعفنه على طول ربط طوله واسعفته ومشينا وهو ومشينا مسافة لان الطريق حقنا مقطوعة قطعهمهم حق السيارات نمشي مسافة نتحمل القريح او المريض مسافة ساعة مشينا ونحن نمشي وهم يضربوا عدهم علينا ما يشتونا شنسعفوه هذا ما حصل في صباح هذا اليوم اعلنت الامم المتحدة ان اكثر من 21 مليون شخص في اليمن بحاجة ماسى الى المساعدات خلال عام 2023 مشددة على ضرورة الدعم المستمر من قبل المؤسسات المالية الدولية عام يتأهب فيه اليمنيون لاوضاع معيشية صعبة فقر وجوع وحرب وانقطاع مرتبات بالاضافة الى فجوات تمويل تعرقل المساعدات الانسانية في اليمن وضع يجعل الجميع يعيشون على شفير الفقر ومجاعة واحدة دعوات لحث الجهات المانحة على العمل في تأمين التمويلات اللازمة للمساعدات الانسانية بعد ان اتسعت الفجوة بين مستوى المساعدات الخيوية وبين التمويل الذي تتلقاه الجهات المانحة مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في اليمن اكد في بيان ان النظرة العامة على الاحتياجات الانسانية لعام 2023 تظهر ان اكثر من 21 مليون شخص سيحتاجون الى المساعدة الانسانية خلال العام الجاري حياة الكثير من الاسر تعتمد على هذه المساعدات رغم نقصها وتركيزها على الحلول قصيرة الاجل لكنها تسد جزءا من احتياجاتهم فاليمن تحتل المرتبة الثانية في قائمة البلدان الاكثر تضررا من انعدام الامن الغذائي والتي تواجه مستويات كارثية من الجوع وفق منظمة انقاذ الطفولة الاطفال اكثر تعرضا لمخاطر وطأة ازمات الغذاء في اليمن فاجسامهم النامية اكثر عرضة للاصابة بالامراض وسوء التغذية تاركنا الناجين منهم باثار تدوم مدى الحياة كارثة حقيقية على الوضع الانساني مع ارتفاع تكلفة المعيشة وانقطاع المرتبات ونقص التمويل والمساعدات ما يفاقم الاوضاع المعيشية في البلاد الذي انهكته الحرب منذ ثمان سنوات في اب قتل سبعة اشخاص بينهم مشرف حوثي اثرى نزاعا على قطعة ارض مصادر محلية افادت بمقتل سبعة اشخاص بينهم مشرف حوثي يدعى ابو حيدر المداني ومحمد عبد الحميد المزحاني بسبب خلاف على قطعة ارض في خط القاسمية المزاح بفر العدين غربي المحافظة واضحت المصادر ان القتل كانوا يعملون في الارض المتنازع عليها عندما اطلق عليهم شخص يدعى منصور نعمان من تلة مرتفعة وابلا من الرصاص يلقوا مصرعهم جميعا ويلقى حتفه والاخر نتيجة تبادل لاطلاق النيران وتشهد محافظة اب عمليات نهب للاراضي وفوضى امنية عارمة ترعاها الميليشيات الحوثية ومشرفوها مع تسجيل حالات قتل واصابة بشكل شبه يومي في ارجاء المحافظة الى ذلك استهلت الحكومة الشرعية العام الجديد باتخاذ ما اسمته بتدابير لحماية الاقتصاد وتثبيت سعر العملة المحلية تتضمن التشديد على ترشيد الانفاق والاكتفاء بالنفقات الضرورية تجلت الحكومة اليمنية على المواطن المسحوق مع بداية العام الجديد 2023 بالاعلان عما اسمته اتخاذ تدابير لحماية الاقتصاد وتثبيت سعر العملة التدابير التي اقرتها الحكومة خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الاعلى تتضمن ترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي وضروري وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وحماية العملة من الانهيار مراقبون يضعون هذه التدابير في خانة ذر الرماد على العيون بعد فضائح الفساد التي لاحقت الشرعية وانكشفت لرأي العام ومن ابرزها فساد المنح الدراسية والابتعاث وتوزيعها على الاقارب والموالين وفساد السفارات والقنصليات والبعثات اليمنية في الخارج الحديث عن التدابير بحماية الاقتصاد وتثبيت سعر العملة ليس له من قطمير فمع بداية العام المنصر كان سعر الصرف بين الف ريال للدولار الواحد ومع بداية العام الحالي تجاوز الالف ومائتين وخمسين ريالا كما ان الاقتصاد تلقى ضربة موجعة باستهداف ميليشيا الحوثي لموانئ تصدير النفط ولم يكن لقرار تصريف الحوثي جماعة ارهابية دور بارز في حمايته من الابتزاز تدابير الحكومة تفتقد للتدبير في نظر مراقبين عطفا على سجل الحكومة المثقل بخيبات الامل من خلال عدم الاشراف على اموال المانحين خلال السنوات الماضية وتهم الفساد بخصوص الوديعة السعودية السابقة وايضا عدم تعاطيها باجابية وشفافية مع الوديعة السعودية الاماراتية المقدرة بملياري دولار بالاضافة الى عدم تقديم نموذج مشرف المناطق المحررة في مختلف الخدمات الاساسية منظمة حقوقية تطلق حملة مناصرة للمطالبة بانقاد السجناء السياسيين واصحاب الاراء الذين يخضعون لمحاكمات غير عادلة تفتقل الى ابصد مبادئ التقاضي العادل وكذلك النزيه والمحايد خاصة في مناطق سيطرة الحوتيين وقد صدرت بحق العديد منهم احكام جائرة محاولات حقوقية من منظمات في اليمن لفت نظر العالم الى اجرام الميليشيا الذين اتخموا سجونهم بالمعتقلين السياسيين ومعتقل الرأي والمعارضين وذلك بعمل اجماع على مناصرة المسكوت عن حقوقهم داخل سجون الميليشيا منظمة حقوقية يمنية قالت بان حملتها تهدف الى لفت انتباه الرأي العام الدولي والمحلي الى قضايا المعتقلين الخاضعين لمحاكمات غير عادلة والقابعين في سجون خارج القانون ولا تخضع لسلطة القانون والقضاء اليمني كما تهدف الحملة لحج تأثير دولي ومحلي للضغط على اطراف الصراع في اليمن لوقف المحاكمات السياسية وعمليات الاعدام وتحقيق العدالة للضحايا والمساءلة للمنتهكين هذا وكانت الميليشيا قد اصدرت في ديسمبر الماضي ثلاثة احكام بالاعدام لتربويين من محافظة المحويت بتهم تخابر مع دول اجنبية واصدرت الميليشيا ايضا في نهاية العام المنصر ستة عشر حكم اعدام بحق معارضين لها من ابناء محافظة صعدة دفعة واحدة اجرام الميليشيا الحوثية لم يقتصر على المعارضين السياسيين بل تستمر الميليشيا لثمان سنوات في اعتقال صحفيين وقد حكمت عليهم مؤخرا بالاعدام متجاهلة كافة القوانين والاعراف المحلية والدولية ومن اجرام الميليشيا كذلك اعدام ضحاياها في الميادين العامة بتهم كيدية وتحامل سياسي خارج اطار القانون حيث اعدمت تسعة فيما سبق وقد اكد المتهمون براءتهم الا ان الميليشيا اصرت على تخوينهم واعدامهم على الملاء في مارب يزاد وضع النازحين في مخيمات تفتقر فيها الاسر المشردة من الحرب الى الغذاء والمأوى وكذلك الصحة في ظل غياب التدخلات الانسانية والاغاثية مخيم السويدة احد هذه المخيمات التي تتعالى فيها اصوات الاستغاثة عام جديد هو التاسع على حياة النازحين بعد ان غادر عام الفان واثنان وعشرون وحمل معه مواجعا كبيرة ومؤلمة كان ابرزها عوامل طبيعية قاسية من امطار وسيول وحرارة شديدة اضافة لامراض فتاكة كان عام شديد اثخن النازحين بالمواجع مئات الالاف من الاسر شردتها الحرب من مناطقهم الاصلية باحثين عن الامن والغذاء لكنهم لم يجدوا شيئا سوى المزيد من المعاناة والشتات كما يقول هذا الطفل في احدى مخيمات مارب والله انحنا من كتر عدة السنوات انا في مخيم السويدة نطالب العودة الى المنازل والى بلادنا نعيش هاماك بعز وكرامة اما انا لا علاج لا صحة لا ادوية تحصل لك اذا مرض الواحد تحصل الابرة بثلاثة وخمس بثلاثة هذا اقل شيء بالنسبة للبرد البرد شديد على اي نازح اي نازح تحصله معاني مخثر البرد الشديد واذا جاء وقت الحمى تحصل الحمى شديد هذا مخيم السويدة غرب مارب الشيء الجميل فيه انه جمع اطيافا مختلفة من المجتمع اليمني جسد تكافلا حقيقيا بين الاسر ذات العادات المختلفة اما الامر السيء والمحزن ان المخيم يختزل فيه كل مواجع الحرب وقصص النزوح التي فرضتها الميليشيات الحوثية على حياتهم تقول وحدة النازحين ان اصوات الاستغثام من النازحين تزداد بشكل كبير في حين باتت فرص الحياة داخل المخيمات شحيحة والتدخلات تكاد ان تنقطعه مع تزايد عداد النازحين فيما القدرات محدودة نازحين ومشردين هنا في محافظة مارب يعني بين هذا البرد والرياح والعجاج والامطار يعني ما حصلنا على شيء يعني لا مأوى لا مسكن لا كهرباء هنا لا ماء المنظمات العالمية الذي بيقول مصفرين من كل حاجة يدون الخيمة يخربها مريح ولا يتخربها المطار تمام والماء بالنسبة لما يدون لنا صاحبي 500 لتر لمدة سبعية ما تدري تروش بها ولا توضي بها ولا لا تمانية اعوام عاشها نازحنا منذ بداية الحرب في مخيمات السويدة والجفينة والسمية والستة ومخيمات اخرى في مارب دون وجود اي مبادرات للعودة الى مناطقهم في ظل توقف المعاركة فمن ينقض هؤلاء الذين باتوا يدفعون فاتورة الحرب في بلد يتصارع فيه الكثير من تجار الحرب على حساب المواطنين عام يمر بحلوه ومره على النازحين دون ان يعرف حالهم كيف مر وكيف كان ليشرق يوما جديدا لعام اخر يفتح معه صفحات جديدة من المعاناة التي ربما قد لا تنتهي عبدالعالم دحلان لقناة اليمن اليوم من مخيمة السويدة مأرب حضرت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة في وقت متأخر مساء الخميس جميع المسافرين من المرور عبر طرق صحراوية شرقية الجوف باعتبارها منطقة عسكرية واكدت الوزارة في بيان لها ان المنطقة الجغرافية من العالم الفرايد الكنائس والخطوط الترابية المؤدية اليها من الخط الاسفلتية العام منطقة عسكرية محظورة ومحظور المرور منها واشدد البيان على الجميع الالتزام بالسير على الخط الاسفلتية العام العبر الرويك مأرب منها الى الجوف والى صنع تتابعون بعد الفاصل الاحتجاجات في ايران تتواصل ونظام طهران نواصل جرائمه وانتهاكاته بحق المتظاهرين الموناوئين اهلا بكم استشد شاب فلسطيني واصيب اخران باقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيمة بلاط شرقي مدينة نابلس والمستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى فيما جرافات الاحتلال تقوم بهدم عدد من الخيام في بلدة دومة جنوب نابلس استمرار لمسلسلها اليومي في الاراضي المحتلة من اقتحامات واعتقالات قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باقتحام المنطقة الشرقية في نابلس ما ادى الى اندلاع مواجهة مع المواطنين الفلسطينيين اطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز وزارة الصحة الفلسطينية اكدت استشهاد طفل يبلغ من العمر 16 عاما بعد اصابته برصاصة في الرأس اطلقها علي جنود الاحتلال خلال العدوان على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية فيما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الاسير المحرر حسن عريشي واثناء الاقتحام شرعت جرافات الاحتلال الاسرائيلي بعمليات هدم لنحو ثماني خيام سكنية وحظائر اغنام في بلدة دومة جنوبي نابلس ما تسبب في تشريد النحو 25 مواطنا اغلبهم من الاطفال بالاضافة لاعتقال ثائر دوابشة خلال عملية الهدم وفي المسجد الاقصى المبارك لم يختلف الوضع كثيرا اذ اعلنت دائرة الاوقاف الاسلامية بان اكثر من 112 مستوطنا اقتحموا المسجد الاقصى من جهة باب مغاربة وادوا طقوسا تلمودية داخل باحته وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال وفي هذا الخصوص طلبت الدول العربية والاسلامية مجلس الامن الدولي بادانة صريحة لاقتحام وزير الامن الاسرائيلي المتطرف اثمار بن غفير امس الاول باحات المسجد الاقصى وهو الاقتحام الذي اثار موجة تنديد دولية واسعة الاجتماع الذي ضم كل من الرئيس الدوري لمجلس الامن وممثل منظمة التعاون الاسلامي وحركة عدم الانحياز ولجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف يناقش الاستياء العربي والدولي اذا اقتحام باحات المسجد الاقصى خاصة بعد تأكيد الامم المتحدة على اهمية الحفاظ على الوضع القائم في الاماكن المقدسة وهو ما اكدت عليه الحكومة الالمانية والتي وصفت الاقتحام بالاستفزازية فيما اعربت واشنطن عن معرضتها لأي اجراءات احادية تقوض الوضع الراهن في القدس ليتفق معهم الاتحاد الاوروبية وينتقد زيارة بن غفير لما سماه موقعا مقدسا متنازعا عليه بالقدس المحتلة في ايران عللت منظمات حقوقية ايرانية ان قوات الامن اعتقلت في اطار قمعها للاحتجاجات التي تهزوا البلاد الطاهي الشهير النواب ابراهيمي الذي يتابعه الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت منظمة هيران الحقوقية ان ابراهيمي اقتيد الى سجن في طهران وتم اعتقاله في عقاب نشره على حسابه في انستجرام مقطعا لكيفية تحضير الكوتليت الطبق الايراني التقليدي الشبيه بالكباب في نفس اليوم الذي احيت فيه طهران ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني قبل ثلاث سنوات في غارة جوية امريكية في العراق وفي ذكرى اغتيال سليماني من كل عام دأب ايرانيون معارضون للنظام على نشر صور لطبق الكوتليت في اشارة منهم الى الطريقة التي اغتيل بها هذا الجنرال في غارة شنتها طائرة امريكية بدون طيارة وفي ايران ايضا تواصل خمسة عشرة سجينة سياسية الاضراب عن الطعام اليوم الثالث على التوالي فيما اعلن محمد مهدي كرمي المتظاهر الايراني المحكوم عليه بالاعدام عن دخوله في اضراب عن الطعام احتجاجا على تأييد حكم اعدامه مع تزايد الضغوط على المحتجين السجناء في ايران بدأت موجة اضرابات واسعة عن الطعام في السجون واكدت تقارير حقوقية تفيد بتعرض صحة السجناء للخطر خمسة عشر سجينة سياسية ايرانية لا يزالن مضربات عن الطعام لليوم الثالث على التوالي فيما اعلن محمد مهدي المتظاهر الايراني المحكوم عليه بالاعدام عن دخوله في اضراب عن الطعام احتجاجا على تأييد حكم اعدامه لجنة متابعة ملف المعتقلين في ايران قالت انه منذ بداية الانتفاضة حتى الان قتل ما لا يقل عن ستة عشر شخصا تحت التعذيب واثناء الاعتقال او سبب الاهمال الطبي بعد اصابتهم برصاص الامن كما ان اثني عشرة حالة وفاة كانت مشبوهة ومن المحتمل ان تكون وفاتهم جرى ما تعرضوا له من تعذيب في المعتقلات الى ذلك قال المبعوث الامريكي بشأن ايران روبيرت مالي انه يتعين على القيادات الايرانية الاستماع لشبابها بدلا من قتلهم واشار في تغريدة على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي الى صدور احكام باعدام المواطنين الايرانيين مهدي محمد ومحمد برغوني في محاكمة وصفها بالصورية فيما قال المتحدث باسم الخارجية الامريكية نيد خلال مؤتمر صحفي ان الاحتجاجات في ايران عفوية وقد تجاوزت الحدود القومية والجغرافية ليس لها قيادات ولذلك تمكن المحتجون من مواصلة احتجاجاتهم والتعبير عن سغطهم من بطشي وقمع النظام وبشكل غير مسبوق وفي تطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا اعلنت موسكو هدنة في اوكرانيا ليوم واحد اعتبارا من منتصف في ليلة السادس من يناير بمناسبة احتفال المسيحيين بعيد الميلاد في السادس والسابع من يناير وطالبت اوكرانيا باعلان وقف لاطلاق النار وكانت وزارة الدفاع اعلنت اسقاط طائرة اوكرانية من طرس اخواي 24 في دونتسك واضافت ان قواتها احرزت تقدما خلال عمليات هجومية على محور دونتسك وان خسائر اوكرانية بلغت 60 عسكريا من جانبها قالت سلطات زابروجيا الاوكرانية ان ثلاثة من المدنيين قتلوا واصيب اربعة اخرون في قصف الروسي جديد ارجى مجلس النواب الامريكية الخميس لليوم الثالث على التوالي الى الجمعة جلسة انتخاب رئيسا له بعد خمس جولات اقتراع جديدة فشلت خلالها الاغلبية الجمهورية مجددا في حجر الاصوات اللازمة لانتخابي مرشحها كيفين ميكاراثي رئيسا للمجلس وعلى غرار جولات الاقتراع الستة العقيمة التي جرت يومي الثلاثة والاربعاء ادل النواب باصواتهم في خمس جولات اقتراع جديدة جرت يوم الخميس لكنها بات كلها بالفشل ولم يتمكن مكرة النائب عن ولاية كاليفورنيا في اقناع حوالي عشرين نائبات جمهوريا من مؤيد الرئيس السابق دونالد ترامد بانتخابه خلفا لنانسي بيلوسي ظل هؤلاء على رأيهم بانه معتدل اكثر مما ينبغي الريال اليمني وسجلوا ادنى قيمة له منذ تسعة اشهر والاتفاق على تعزيز الشراكة بين وزارة الاتصالات ووحدة السقوك الاسلامية بالمنكة المركزية وافتتاحوا المبنى الجديد لجمهورة مطار عدن الدولي ومخاوف من ركود اقتصادي في المنطقة العربية خلال العام 2023 جولة اقتصادية نستهلها بالشأن المحلي حيث سجل الريال يمني ادنى قيمة له منذ تسعة اشهر بالتزامن معلن الحكومة اتخاذ قرارات جديدة بهدف ترشيد الانفاق الحكومي وتحقيق استقرار النسبي للعملة الوطنية وتجاوز الريال خلال تدولة الاخيرة السقف الـ 1270 ريال للدولار الواحد في عدن والمحافظات الخاضعة لسدرة الحكومة الشرعية فيما اقترب سأل الريال من سقف الـ 350 ريال خبر اقتصاديون عبروا عن مخاوف من عودة الانهيئة الكابير للعملة الوطنية الى مستويات وصفها بالمخيفة والمؤثرة على حياة المواطنين بيظل استمرار الفشل في عمليات الاسلاح المالي في قطاع المصرفي وضبطي وترشيد الانفاق الحكومي ما سيقود الى الانهيار خلال الربع الاول من العام المالي الحالي 2023 اتفقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والبنك المركزية لتعزيز شركة الاستثمارية بين مؤسسات قطاع الاتصالات الخدمية ووحدة السكوك الإسلامية بالبنك وبموجب الاتفاق فإن قطاع الاتصالات سيستفيد من فرصة تمويلات السكوك الإسلامية في تمويل مشاريع تطوير بنية التحتية الرقمية والنظام الاتصالات والبريد افتتح المبنى الجديد لجمهورك مطار عدن الدولية المزود بأحدث الأجهزة والمعدات لتطبيق الإجراءات الجمهوركية المتبعة وفقا لقانون الجمالكي والتعامل مع جميع الشحنات الواصلة عبر المطار وتمتت شدنا العمل بنظام الافصاح عن الأموال نقدية لجميع المسافرين الواصلين والمغادين عبر مطار عدن الدولي بالتنسيق مع وحدة غسيل أموال في البنك بحسب ما هو متبع في جميع مطارات العالم توقع خبر اقتصادي أن يكون العام 2023 أحد أكثر العوام الذي يشهد ركودا اقتصاديا يبدأ من الولايات المتحدة وينتقل عبر المحيط إلى المملكة المتحدة ثم إلى الاتحاد الأوروبي فالمنطقة العربية وبحسب الخبراء فإن ركود سينعكس على المنطقة العربية نتيجة التضخم العالمي والتشديد النقدي والحرب الروسية الأوكرانية وتفشي كورونا في الصين وأزمة الطاقة العالمية وأخيرا سجل قضاع النفط ليبي إرادة قياسية خلال الأشهر القليلة الماضية وكشف مجلس المؤسسة الوطنية لبن النفط عن تحقيق إرادة قياسية تجاوزت أكثر من 130 مليار دينار ليبي أي ما يعادل 27 مليار و160 مليون دولار خلال العام الماضي في العراق يفتتح المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الجمعة مشواره في بطولة كأس الخليجي 25 بمواجهة نظيره السعودي في الجولة الأولى ضمن مواجهات المجموعة الأولى المباراة التي ستقام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساء بتوقيت صنعاء على السدد الجذع النخلة بالبصرة وخاض المنتخب الوطني فترة استعدادية شملت معسكرين تدريبيين الأول داخلي في عدن تحت قيادة مساعدة المدرب محمد الزريقي والثاني كان في معسكر خارجي وقيم في مصر منذ الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي تحت قيادة المدربة تشيكي ميروسلابسكوب بغرض رفع مستوى اللياقة البدنية والجاهزية الفنية حيث بلغ عدد اللاعبين في بداية المعسكر أربعين لاعبا وخاض ست مباريات تجربية مع أندية مصرية ترجمة نانسي قنقر 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 لقاءنا يتجدد بإذن الله تعالى في المحطة الأخبارية القادمة الساعة الثالثة عصر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر